ازايكم يا اصدقائي اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن بداية البشرية من اول لما ربنا خلق سيدنا ادم لغاية طفان سيدنا نوح وقلنا ان سيدنا نوح وان ابو البشر الجديد وان ولاده التلاتة سام وحام ويافس اتوزعوا في كل بقاع الارض زي ما شرحنا واللي محتاج يسمع من اول القصة يرجع للفيديوهات القديمة بتاعتنا حلقيها في الوصف بعد الطفان وانتشار البشر من جديد في الارض وسام بقى في الجزيرة العربية خلف ولد اسمه ارم زرية ارم هو ارم ابن سام ابن نوح بدأ ارم يتعايش هو وقومه ويعبدوا ربنا وكان وقتها قومهم لسه يعتبروا من الصابقين يعني بيعبدوا ربنا وخلف اولاد واجيال لغاية لما وصل من احفاده واحد اسمه عاد عاد ابن عوص ابن ارم ابن سام ابن نوح قوم عاد كانوا ساكنين في الاحقاف يقال ان الاحقاف هي الجبال الممتدة ما بين اليمن وعمان والله اعلم لان ما فيش حاجة مؤكدة بتقول الكلام ده لان الجزيرة العربية والعرب بشكل عام كلها صحراوية فيها اماكن كتير جدا ممكن تتقال عليها الاحقاف ولكن كل الروايات بتقول ان هي ممتدة ما بين اليمن وعمان قوم عاد كان ربنا مميزهم اكتر طوال جدا يعني كانوا اقرب الناس لصفة سيدنا ادم عليه السلام من بقية البشر من طول القامة كان الواحد فيهم ممكن يمكسك صخرة ضخمة ويرميها على حي كامل يتضمر وقالوا ان طولهم ما بين ستين لسبعين دراع يعني تقريبا من تمانية وعشرين لاثنين وثلاثين متر ده طول الواحد فيهم ربنا يسطر لو كانوا موجودين الايام دي كان هيحصل ايه كان كمان ربنا مميزهم ان عندهم عقل وتفكير وزكاء مش عند اي حد من البشر كنا تكلمنا عن حلقة قبل كده ان في كتب قديمة زي صفر التكوين وغيره من الكتب قالوا ان العمال قبط قوم عاد هم اولاد الملائكة الساقطة وان حجمهم الرهيب ده كان بسبب ان حصل هاجين ما بين الملائكة اللي هي الملائكة الساقطة والبشر وده طبعا لازم نقول ان كلام مش صحيح كمسلمين لاننا بنقتنع بس بالحاجات اللي ذكرت في القرآن وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما اي حاجة تانية احنا مجرب بس بنتكلم عنها هنا انهم قالوا ايه بالزبط في الكتب التانية كثقافة عامة واننا نعرف نرد على اي موضوع يتفتح قدامنا ما نقولش ما عرفش والله اعلم هي الكلمة الوحيدة اللي نقدر نقولها لما يكون في حاجة ما ذكرتش في القرآن ولا قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نرجع لموضوع قوم عاد لما ربنا ادالهم القوة والعقل والبنية الجسدية لكنهم استخدموها بشكل غلط وكانوا جبرين جدا لو دخلوا اي حرب مهما كانت قوة الخصم كانوا بيكسبوها ولكن بقهر وعنف وتسلط ما كانش عندهم حاجة اسمها اصر حرب ولا شعب مدني بل همش دعوة بالحرب لو دخلوا مكان يقتلوا كل اللي فيه رجالة ستات اطفال كانوا مفتريين جدا وده في قول الله تعالى واذا بطشتم بطشتم جبارين صدق الله العظيم مواصفاتهم وقوتهم دي كانت بتسهل عليهم البنيان والعمران عشان كده اشتهروا بالبيوت اللي مبنية على الاعمدة الضخمة اللي كلها كانت مجرد رفاهية وملهاش لازمة كانوا بيبنوا بيوتهم بين الجبال وفوق المرتفعات وفي الاودية وفي الطرقات وفي كل مكان وفنانين جدا في بناء الاصور وكانوا بيروحوا الاماكن المرتفعة ويبنوا البيوت والاصور العظيمة دي بمنتهى المهارة والابهار ويخلوها جميرة ومبهرة كانوا لما بيبنوا الحاجات دي وحد يسألهم ايه لازمتها وانتوا مش محتاجينها كانوا يقولوا بكل عظمة عشان كل الناس وهي مشي بالطرق تعرف ان المكان ده بتاعنا ويعرفوا طريقهم وينبهروا بقوتنا وقسرنا ورغم انهم ما كانوش محتاجينها ولكن غرورهم بالعظمة والقوة والتفاخر كان عميهم وده في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اتبنون بكل ريع آية تعبثون صدق الله العظيم ومن نعم ربنا عليهم كمان ان ربنا الهمهم ازاي ابنوا مصانع تخزين المية وكانوا بارعين في الزراعة وتربية المواشي وكل خيرات الارض كان بما بين ايديهم لكنهم نسيوا ربنا وكانت قوتهم وغرورهم خلاهم ملهمش كبير فكانوا اول من عبد الاصنام بعض الطفان عبدوا ثلاث اصنام وسموهم الاول صداء والتاني الصمود والتالت هباء حاولت كتير اشوف مين دول وليه الثلاثة دول بالذات وليه سموهم كده او عبدوهم وايه قصدهم بالزبط لكن ملقيتش اي معلومات عن يعني ليه الثلاثة دول تسموا كده ومش معنى هم دول ربنا بعد سيدنا هود عليه السلام وهو من نفس نسل عاد يعني منهم وفيهم من قبلتهم ونسل سيدنا هود هو هود بن رباح بن عاد بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام قالوا انه هود برضو يعني فيه علماء تانية بتقول انه هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الجارود ابن عاد ابن عوص ابن ارم ابن سام ابن نوح عليه السلام ابتدى سيدنا هود يدعوهم للتوحيد وترك الأصنام فكرهم بنعم ربنا عليهم وكل اللي هم فيه قال لهم اعبدوا ربنا قبل ما يفوت الأوان وربنا حيعاقبكم ويشيل منكم الخير ده كله وانه خايف عليهم من عذاب الدنيا والأخرة ودفقوا له تعالى أعوذ بالله مشترجين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم وقال لهم لو عبدتوا ربنا صدقوني ربنا حيزدنا نعيم وقوة وأكتر من اللي احنا فيه وكان بيتكلم معهم بصفة الجمع انه واحد منهم وخايف عليهم عاد كذب سيدنا هود واتهموا انه بيحاول يبعيدهم عن عبادة آلهتهم اللي هم الأصنام وان الاصنام دي هي سبب الخير اللي هم فيه ردوا على سيدنا هود بنفس الرد بتاع قوم سيدنا نوح وان فعلا لو فيه ربنا وفيه عذاب ورينا حيحصل لنا ايه زي ما ذكر في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اجئتنا لتأفقنا عن آلهتنا فآتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين صدق الله العظيم سيدنا هود قال لهم ان ربنا الوحد هو اللي يعرف امتى حيعذبهم وامتى يعفوا عنهم وان هو اتخلق بس عشان مهمة واحدة ان رسول ليهم عشان يعرفهم من ربنا وانهم يعبدوا ربنا ويسيبوا الاصنام وده في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون صدق الله العظيم اتهموا بالكذب والسفه والضلال وان اللي هو فيه ده غضب من الآلهة عليه وخلوه مجنون وان اي حد يفكر ان يتكلم عن الآلهة وحش فهو هالك وحيتجنن والآلهة حتدمره زي ما عملوا في سيدنا هود ده من وجهة نظرهم هما طبعا رد عليهم سيدنا هود ان الجنون اللي بيتهموا به ده هو في الحقيقة النصيحة ليهم عشان ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويحميهم من عذاب الله فكرهم انه معروف بينهم بالامانة وكانت صفته وكانوا بيأمنوله في كل حاجة والامانة دي ربنا بعثوا بيها عشان يبلغهم الرسالة من غير اي منفعة شخصية وانه مستحيل بالكلام ده يكون كذاب زي ما بيقوله وده ربنا بيينه في قوله وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين صدق الله العظيم لكن مفيش فايدة فيهم ومحدش ادالوا اهتمام غير ناس قليلة جدا لما يئس منهم حب يبرق نفسه قدام ربنا فقال لهم اشهدوا وليشهد الله باني بريء منكم ومن الهتكم بسم الله الرحمن الرحيم قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون واتحديهم وقال لهم انتو بكل قوتكم والهاتكم دي بتحديكم تئزوني رغم التحدي ورغم انهم الاقوياء الشداد المغرورين ومعرفون بقوتهم عن غيرهم رغم كل ده ما قدروش يئزوا سيدنا هود ابدا وده اللي قالوا بعض العلماء ان هي دي المعجزة بتاعت سيدنا هود لان سيدنا هود ما نذكرلوش اي معجزة في القرآن ولكن بما انه كان عايش بين قوم شداد وعنيفين جدا وما حصلوش حاجة فهي دي تعتبر من معجزات سيدنا هود والله اعلم يعني قال بعض العلماء كده استمر القوم في استكبرهم وغرورهم وربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد مننا قوة او لم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم قرروا عالط القوم سيدنا نوح وتحدوا سيدنا هود نبي الله وفضلوا يقرروا نفس كلمة قوم سيدنا نوح ورينا العذاب لو انت سادق كأنهم بيستعجلوا الهلاك بتاحهم رد عليهم سيدنا هود ان باسراركم وعناتكم ده وبتدفعوا عن حجارة ملهاش اي كلمة ولا رأي ولا بيتحركوا اصلا ربنا هيوريكم عذابوا وصبروا بس شوية وفعلا بدأ ربنا بعذاب قوم عاد بدأ ربنا ينزل عليهم حر شديد جدا ويمنع عنهم كل الخير اللي كان بيدهولهم وقف الامطار عنهم قالوا فترة طويلة بعض العلماء قالوا ثلاث سنين ولكن ما تذكرش بالزبط كام سنة وما بقاش عندهم نقطة مية لما جلدهم جف من شدة قلة المية والارض جفت قعدوا فترة كبيرة جدا ويوم من الايام شافوا سحاب عظيم في عرض السماء بيقرب نحيتهم فرحوا وافتكروا ان هي سحاب فيها مطر وان الخير حيرجع لهم تاني لكن للأسف فرحتهم ما تمتش لان السحاب اللي كانت جاية كانت جايبة المرحلة التانية من العذاب وكان فيها رياح قاسية جدا مرعبة بتدمر اي حاجة تقف طريقها رياح بردة برود شديد جدا فضلت الرياح من غير توقف فضلت سبع ليالي تمنت ايام ما وقفتش ولا ثانية طيارتهم وعزبتهم وهلكتهم وجعلتهم عبرة لغيرهم كان المشهد مرعب جدا وكل واحد فيهم شايف بعينه الشجر والنخل بيتخلع من جزوره رغم قوة وشدة جزور الشجر والنخل لكنه شايفها بتتقلع قدامه كأنها ورقة بتطير وبتطير قدامه وكل واحد بيشوف الاموات من اهله وقريبه بيسبقوا للموت من شدة العذاب منهم اللي مات في بداية ايام العذاب ومنهم اللي ربنا زود عذاب وفضل كام يوم يتعذب ويشوف بعينه قبل ما يموت ازاي اهله بيتعذبه منهم اللي الريح رفعيته للسماء ومنطه القوة رميته تاني على الارض من قوة الرمية قصرت رقابته وانفجرت راسه ومنهم اللي كانت الريح بتدخل بجسمه من بقه وبتطلع من جسمه شاي لكل اعضاءه الداخلية فبتشوفهم بيتحولوا في ثواني الاكسام فاضية شبه جزوع النخل اما سيدنا هود واللي امنوا معاه ربنا امرهم ان يدخلوا كهف معين ما تذكرش اسمه عشان يحميهم من اللي بيحصل من العذاب اللي نزل على الكافرين وربنا ما ازاش ولا واحد من المؤمنين اللي كانوا مع سيدنا هود بعد الهلاك والضمار اللي حصل للكافرين المستكبرين خرق سيدنا هود هو واللي امنوا معاه وما حصل لهمش اي حاجة وربنا الف الكتاب وبسم الله الرحمن الرحيم فانجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العظيم عش سيدنا هود والمؤمنين اللي معاه في مدينة حضراموت في اليمن يعبدوا ربنا وفضلوا يدعوا الناس للخير ويعلموهم الدين لغاية لما ماتوا وفازوا بالنجاة من العذاب في الدنيا وبإذن الله في جنات النعيم في الآخرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عظمة سورة هود قال عنها شيبتني هود يعني اتعجب سيدنا محمد من عبرة قصة سيدنا هود قصة سيدنا هود مش هتلاقيها في اي كتاب من الكتب ولا الطورة ولا الانجيل ولا صفر التكوين ولكن القرآن الوحيد هو المنفرد بذكرها بكده تبقى نهاية حلقة النهاردة عن نبي الله هود واللي نزل على قوم معاد الحلقة الجاية بإذن الله وبترتيب الأنبياء والديانات هنتكلم عن سيدنا صالح ورسالته لقوم ثامود والسلام عليكم يا أصدقائي